بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس مادة المسرحية للمرحلة الأولى وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم إن شاء الله راح نكمل سلسلة واليوم بهذا فيديونا بهذا الدرسنا راح نتحدث عن راح نتحدث إن شاء الله عن خصائص المسرح الأغريقي أو المسرح اليوناني بشكل عام أول خاصية there are إحنا شو نقول عليه مواثيق رجد and keen conversation in the Greek theater إذن هناك مواثيق جامدة وثابتة في المسرح اليوناني the plot and characters were known for the idioms before the play begins يعني أي مسرحية تكون عندي باللغة اليونانية قديما دائما المسرحيات تكون معروفة قبل لا تظهر قبل لا تمثلها أنت وقبل كل شيء قبل لا يكون التمثيل الشخصيات معروفة يعني معروفة للأوديونس للجمهور the story of the play are taken from the religious math of heroes and demigods يعني القصص أو يعني قصة المسرحية ما أخوذها من أشياء دينية تمام؟ أشياء دينية characters in Greek tragedy are founders of nation and have religious significance like saints and mattresses الشخصيات تكون في المسرح اليوناني أو في المسرح الأغريقي هي شخصيات أساسية أو مؤسسة يعني مو مثل عادي الشخص يكون إلى دور كبير في المجتمع يعني فهو يكون ممثل the theater the theater is like a temple therefore therefore يعني it is unappropriate to present murders and deeds of violence on stage كان المسرح الأغريقي هو عبارة عن شوان إحنا نقول عليه مثل المعبد بلا تشبيه شلون جامعة هس حاليا إحنا عدنا فكان عدهم المسرح فتشي مهم جدا وفد مكانة عالية في المجتمع لذلك كانوا ما يمثلون بأحداث القتل والعنف ما يمثلونها حتى إذا كانت أكوهيش أحداث تكون خارج المسرحية أو ما تظهر يعني فما يظهرونها characters are wearing masks and يعني شون إحنا نقول الملابس كانت ملابس عبارة عن أشخاص يلبسون أقنعة وأحذية طويلة أعتقد أنتم شايفينهم يعني نسيت أخلى الصورة طبعا كان ظهر شفتوها بها الملزمة هذه الملزمة إن شاء الله موجودة بكل الجامعات تقدرون تطلبونها وتتواصلون بأغلب المكاتب حتى تقدرون تطلبونها توصيل من وغداد طبعا شوفوا المسرح الأغريقي اليوناني شلون كان الصورة شكل هذا يعني مثل الملعب مالطوب هناك مجموعة من الأشخاص يسمونهم الكورس they do not act but comment and have a rhythm اللي هي القافية rhythmical اللي هي يعني قافية كلام ذا قافية أو ذا يعني قاعة to convey the thoughts to convey the idea or the emotions المشاعر والfeeling هناك يعني أكوفت شيء يسمونه الكورس وهذا الكورس وظيفته أنه يعلق على الأحداث اللي تصير في المسرحية مرات ظهور موسيقى وحزن وإلى آخره حتى يضفي فد صبغة موسيقية إدرامية للمسرحية عدنا أيضا هنا the characteristics of Greek drama خصائص المسرح اليوناني المأساة اليونانية هناك خصائص المسرح اليوناني بشكل عام وهنا خصائص تراجيدية بس التراجيدية يقول لك أولا the Greek place had شون إحنا نقول seriousness seriousness اللي هي جدية الأحداث تكون جدية serious events أحداث تكون جدية ماكو ضحك ماكو هزل there are no comic scenes لا يوجد مشاهد كوميدية أقول الله بيسألوا شون يعني comic scenes المشاهد الكوميدي هي المشاهد اللي يكون مشاهد هزلية ومشاهد ضحك بين المشهد والثاني من يشوف مسرحية مثلا طولها 12 مشهد بيها واحدة بنص المشهد هذا المشهد يكون مضحك حتى يخفف عن الجمهور حتى المسرحية ما تكون مملة أو مخيفة ولكن بالمسرحية اليونانية لا الأحداث تكون جدية وماكو مشهد هزلية إطلاقا وهذا عكس ما موجود في مسرحية مثلا هو مسرحية مثلا عندنا دكتور فاوس عندنا موجود بيها مشهد هزلية ما يوجد عندي مقاطع عندي حبكة واحدة السمري واحد التلخيص واحد للقصة تبدي بداية والنهاية فقط The scenes of the play have divided by chorus إذن الأحداث أو الأشياء مشاهد تقسم من خلال الكورس The chorus helps to keep the unity of the place, time and plot إذن الكورس هم اللي راح يتحكمون بالمشاهد والمشاهد مثل ما ذكرنا تكون يعني مرتبة السؤال عندنا مهم جدا هنا What is ما هي وظيفة الكورس الجوقة The scenes of the play have divided by the chorus إذن الأشياء تقسم من خلال الكورس A chorus helps to keep the unity of the play يحافظون على الأحداث البلاي وأيضا عندنا ملاحظة مهم ذكرناها إحنا أيضا They comment on the events يعلقون على الأحداث هذا هو ثلاث وظائف للكورس ثلاث وظائف للكورس إن شاء الله تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله استفاديتم من هذا الفيديو أي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر